حذر المجلس المحلي لأمن ضاحية الرشيد المواطنين من تقديم التبرعات لأي جهات أو أفراد دون التأكد من استخدامات هذه التبرعات والغايات التي تجمع من أجلها مشيرا إلى أن بعض المتطرفين وجماعات الفكر المتطرف تلجأ لها كذا وسائل من أجل تمويل مخططاتها وبرامجها جاء ذلك في ندوة عقدت تحت عنوان الفكر المتطرف واقع وتحديات عقدها المجلس المحلي لأمن ضاحية الرشيد والمدينة الرياضية في نادي ضباط الدفاع المدني في عمان من جهته مركز السلم المجتمعي التابع للأمن الوقائي والمشارك في الندوة أكد أهمية توعية الشباب في سن المراهقة من تبعات الالتحاق بالجماعات المتطرفة وضرورة توعيتهم حول استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر المنصة الأولى للمتطرفين لاستقطاب هذه الفئات وأضاف أن هناك سلوكيات يمارسها المنجرون لهذا الفكر يجب الانتباه إليها كالعزلة عن الأسرة والمجتمع إضافة إلى تغيير طريقة اللباس وتقديم الفتاوى في أمور الحياة نستهدف العديد من فئات المجتمع المحلي خاصة طلاب المدارس كون أكثر فئة يتم استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية فئة طلاب المدارس والجامعات تحديدا من سن 14 ولغاية 25 سنة لأن هذه الفئة هي أكثر فئة تقوم لديها تمتاز بعدة ميزات من ضمن هذه الميزات نحكي أوقات الفراغ، الطاقات الكامنة، التجربة، الفضول وأكثر نقطة مميزة لدهاي الفئة هي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كان في عدة سلوكات من بينها كانت أفكار تراود حول أنه الدخول للمنظمات الإرهابية من خلال جمع تبرعات، من خلال جمع أموال، مش معروف يعني لمين هاي الأموال اللي راح تروح فلفتت نظري هاي الشغلة وبلغت الجهات المختصة أنه في هيك بصير عنا جمع تبرعات وبالفعل أنه تم عرقلت هاي الشغلة وتم يعني دبطها مش مجموعة كانت يعني فرد ومجموعة بعدين انتشرت